أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وبحرمة رجب وشعبان وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وبحرمة كل ما عظمته وكل من عظمته صل وسلم وبارك عني أبدا على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسم هذا المكتوب مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول وجاد لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بخير سول والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم دين رب العالمين أما بعض فالله أسأل بحق وجهه الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم وأن يسميه تعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبله مني بقبول حسن وأن يهب لكل من اعتنى به سعادة الدارين مع كفاية هميهما وأن يغفر لجامعه مغفرة تجعله كمن لم يذنب قط وأن يغفر لوالديه وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين اللهم يا رؤوف يا جميل يا باقي يا رحمن يا جواد يا بديع يا رحيم يا جامع يا بارئ إنك قلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجل محسن الظن بين يديك قائلا قائلا لوجهك الكريم يا من مراده لديك فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني هذه الحروف وغيرها يا من لديه خير معروف لوجهك الكريم آمين يا رب العالمين ووفقني وكلي آمين أحد صل ولتسلم سرمدا على الذي سميته محمدا نافع صل ولتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا نافع صل ولتسلم كل حين على نبيك رئيس الصالحين أحد صل ولتسلم في أبد على رسولك سراج من عبد لطيف صل أبدا وسلما على خليلك مراد العلماء لطيف صل أبدا مع سلام على سراجك الذي جل الظلام اكتب له في آله والصحب خير سلامين ووضح لحبي هب لرسول الله في أقلامي بشارة يا من محى ملامي وجه لأفضل الورى محمد منك بشارات الكريم الصمد ملك نبي الله في أقلامي مسرة تبقى وزد إعلامي لأحمد المختار أوصل المنى يا فاعلا قدمته في الأمنى اكتب صلاة وسلاما لا يرى مثلهما لمن أزال الحيرى آت رسول الله ما لم يكني ولا يكون أبدا لممكني كتبت أن المنتقى قد فاق من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن تسليم باق وصلاة خلدت على الذي الشكل النساء ما ولدت هب لرسول الله يا ذا القدري مراده بلا أذى أو كدري يا ربي يا جميل يا باقي هبي للمصطفى المناب غير رهبي صل صلاة شيعت ببشري مسلما على فخار البشري للمنتقى أوصل صلاة بسلام كما له أوحيت أفضل الكلام لوجهك الكريم خلد الصلاة مع سلام للذي تنمو علاه وصل لمختار كما لا ينحصر من المنع يا ناصرا لمنتصر نافع أوصل للنبي ما يرغب فيه فأنت الواهب المرغب على رسولك النبي محمد صل وسلم سرمدا يا صمدي له اكتب الصلاة والتسليما يا خير بذل لم يزل عليما يا الله صل ولتسلم كل عام على الذي كتابه خير دعام إلى نبي الله نور الدهري صل وسلمن كل شهري للمنتقى أوصل بغير لومي بشارة تخلد كل يومي نور بجاه المصطفى ممري ومجلسي ومسكني وبري بحق وجهك الكريم لغفري وكل ما علي عني كفري يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم كل يحميا آتني الأعظم والكتابا والتقني الحساب والعتابا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذا المكتوب بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من مقدمات البشر والأمن والجنة التي وعد المتقون آمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واحمد واشكر عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي واجعلني من حب الحامدين لك إليك وهب لي أن أكون بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوءني أو يضرني واجعل كلية من حب الحمد والشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما محسنا بما تحب وترضى كما تحب وترضى وتقبل مني يا شكور شكري هذا يا الله صل أبدا وسلما على الذي جعلته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتكفني بجاهه الرذائلا قبل انتحاء قل لي الفضائلا وبشرا بي جملة الأخيار ونجني من ضرر الأغيار واجعل بقية مكوثي خيرا والتقني قبل انتحاء ضيرا يا الله يا حفير صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم كلي بركة وخير كثر قلي واجعل عقائدي منوراتي واجعل به كلي ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأعذني من كل ما استعذت بك منه في هذا اليوم وقبله وافتح لي أبواب الخيرات التي اخترتها لي ويسرها لي وباركني في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني حبك وحب رسولك وحب كل ما اخترت لي حبه واكفني كل ما لم تحبه لي قبل توجهه إلي وقبل توجه إليه وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وثبت لي خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت لي حبه وسعادة الدارين مع كفاية هميهما آمين يا رب العالمين بلا محو أبدا يا الله يا حفيظ صل بسلام على الذي لك به هذا الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ بجاهه العظيم عقدي من العيوب واحمني عن وقدي يا الله يا مانع صل بسلام على الذي به كفيتني الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومنع بجاهه العظيم ومنع بجاهه العظيم قلبي من العيوب واحمني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير صلاه مع سلام بالذي تنمو علاه سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتكفني كفاية تسر من قبل قصد كل ما يضر يا الله يا أحد صل بسلام على الذي لك به من القلام سيدنا شفيعنا محمد وآله وصحبه والحمد واجعل عقائدي بجاهه العظيم خالصة واشكر به هذا النظيم يا الله يا معبود صل أبدا على الذي لك دعا وعبدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وليهب بجاهه الإسلام ووفق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب صل سرمدا على الذي عمره قد حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الإخلاص للجنان به ونوّر لي به جناني يا الله يا خير محب ومحب يا من جعلت المنتقى لك أحب صل وسلم والتبارك سرمدا عليه بالآل ومن قد حمدا من صحبه والصالحين طرا واجعل به عمري رضا وبرا يا الله يا من قاد لي حبك مع حب حبيبك الذي الخير جمع صل وسلم والتبارك كل حين على حبيبك حبيب الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وعندك جعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لديه كل ما يختار صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي فوزا به يغبطني من قبليا فيك وفيه إنك الوهاب يا من به لم ينحني الإرهاب يا الله يا فتاح صل سرمدا وسلما على البشير أحمدا وآله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال يا قائد الخير إلى جهات يا مغنيا بك يدي عنهات صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل والتقني أهوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل وجهك الكريم قلمي للمتعلمين خير سلمي والتهدنا بك الصراط المستقيم والتغننا بما يصح عن سقيم والتقن الضلال والإضلال وقد لنا مع الرضا الحلالا يا الله يا بارئ صل بسلام على الذي عصمتني من الملام بجاهه سيدنا محمد وآله مع الصحاب الحمد وهب لي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير الغيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وهب لي الهدى وخلد للفلاح والتقن الريب وجذب للصلاح يا الله يا كريم صل أبدا وسلما على نبي عبدا وقاد غيره إلى العبادة وليهب بجاهه إفادة زين بكونك الجميل ظاهرين وباطني يا مظهر المظاهر يا الله يا رؤوف صل بسلام على الذي أعطيته فيك القلام سيدنا محمد من لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى وآله وصحبه وسلمي وقد له بشارة في قلمي يا الله يا جميل صل سرمدا مع سلامك على من حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليكم بزيد خير ورباح وبجمال وبقاء بمباح واشكر حروفي بقدر الذات في مدح من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارقا الإملاق واجهتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق محوت عني ما به النفاق عني محا وجاءني النفاق رددت لي ما زانه الوفاق بمن به استنارت الآفاق جاء الرضا والفوز والإعتاق بك كما بك اعتلت عتاق بك احتوينا ما له نشتاق صلى عليك الأكرم الخلاق يا الله صل والتسلم سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه وأذهبي لغير نحوي كل ضر يذهبي يا الله صل والتسلم في أبد على الذي إليك قادما عبد سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وعلمني به وفقه والتقني كل أذى ونبه وليوجه الرضا وذبا إلى سوايا كل سوء ينذبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه المختار سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وقلبي علمي وليخل في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما أروم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم وبارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة اللهم صل والسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات للأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من حب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع أحبائك في الحال والمآل آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلولك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لي فيهما البشارات الصافيات واكفني أكدارهما قبل توجهها إلي وقبل توجهي إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك خديم عبدك بين يديك طالبا بجاهه منك في الدارين خيريك قائلا بك أفيك لوجهك الكريم وكونك له بالتوفيق والعناية والكرم يروم يا الله يا أحد صل سرمدا وسلما على النبي أحمدا سيد كل عجم وعربي والآل والأصحاب أهل القربي يا الله يا نافع صل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحب بكل مسلم يا الله يا نافع صل بسلام على نبيك المزحزح الظلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به هذا النظام خيرا نظم وزحزح لسوانا ضيرا يا الله يا أحد صل عني على النبي المصطفى بالمن وآله وصحبه وسلمي ومنطقي صدد وقلبي علمي يا الله يا لطيف صل أبدا على الذي بك اهتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآله وصحبه وكلمي يا الله يا لطيف صل في أبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآل والصحب بالتسليم يا مآل يا باقيا أغنيتني عن هاتي بك وصنت عن أذن جهاتي صل بتسليم النما على النبي سيد كل أقرب واجنبي سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل وصل يا هالي وسلم كل حين على نبيك إمام الصالحين سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب هداية يغبطني فيها كثير ماكثا في وطني وجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا قاطنا وصل يا ودود والتسلمي على النبي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وصل يا ملك والكسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب ودا يدوم بفلاح بلا مشقة ويسر للصلاح وصل يا لطيف أفضل صلاح وسلما على الذي بدت علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وملكا للنفس وطرد اللعين قبل انتحالي لغيري يا معين واجعل هواي تابعا لما تحب وليهب في الخلق ما منك أحب بلا طرار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا رب بحرمة النبي والقلب مني كل ضر جنبي وصل يا أحد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآله وصحبه وسلمي وكل يعصم من أذى وألمي يا واهبا آتيتني الكتابا صل على ما حلم حل عتابا سيدنا محمد وسلمي والآل والصحب وعظم قلمي اعصم يا راعتي وقلبي والمداد وجسدي من غير أجر وسداد وعلمن اليوم ما لم أعلمي واشكر وجهك الكريم كلمي واجعل قلامي ومدادي قاصده إلى رضاك خير زرع حاصده وطهر الظاهر والباطن يا ظاهر يا باطن والتعصم يا والتمح ما يسوءني في نفسي بكن كما قبل فككت عفسي والتغني ظاهري وباطني معا عن العيوب والمنا ليجمعا وصل يا كريم والتسلما على الذي اتخذته لي سلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرغبة في رضاك والزهد فيما لم يكن أرضاك وصل يا التواب والأسلم على الذي له صرفت قلمي بك لوجهك الكريم أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا وكتب لي الأمان والصلاحا بلا انسلا من رب والفلاحا وصل يا هادي صلاة لا تريم وسلما خير سلام لا يريم على النبي والرسول الفائق محمد خير البراي الرائق وآله وصحبه واجعلني ذا عصمة وبرضاك شغلني وليهب حلاوة العادات وعندك جعلني منسادات يا من يصلي ويسلم على نبيك الذي بدت له العلا صل وسلم رب عني أبدا عليه في الآل ومن تعبدا من صحبه وليسخر بكني كل عثير واهدني ومكني اللهم يا عليم يا حكيم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واعصمني بفضلك وبحق وجه الله تعالى الكريم وبجاهه صلى الله الله تعالى عليه وسلم من المعاصي كلها صغائرها وكبائرها ومن ضرر كل ذي ضرر ظاهره وباطنه في الحال والمآل آمين يا رب العالمين واغفر لي كل ما صدر مني من الحرام والمكروه والشبهة محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء واسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد علي في الحال ولا في المآل آمين يا رب العالمين وأن تجعلني من أحب عبادك الصالحين إليك أبدا وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصمني من طلب شيء لم ترضى لي طلبه وامح كل ما صدر من ذلك وحصل وأصلح بحق وجهك الكريم عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وأحوالي إصلاح من إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون آمين يا رب العالمين يا شكور يا عليم يا باقي يا أكرم يا نافع يا رب العالمين يا الله يا صمد صل سرمدا على النبي العربي أحمدا وآله وصحبه والتقطع فعلي ما لم ترضى لي ينقطعي بك بغير آفة وكدري يا ذا البرايا والقضى والقدري وصل يا لطيف سرمدا على من كل ما به أمر تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح به جملة ما مني صدر غير رضا ولي قد بشر القدر وصل يا لطيف والتسلما على الذي به جلوت الظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني عن كل ما لم تختري لي ونبهني عليه واستري وصل يا وذود والتسلمي على الذي له صرفت قلمي بك سنين عابدا لك به وقدت لي به من المنتبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشكر بجاهه العظيم عمري وبرضاك رب كل عمري وصل يا نافع والتسلمي على النبي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به كلية بلا ضرر نفعا وكل بالحسان والدرر وصل يا عليم والتسلما على الذي به أقود العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي العلم الصحيح بكني يا من تكونونا لم تكني وصل يا لطيف والتسلمي على النبي وسيلتي وسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب لطفا وسترا يجملان به وفوزا وأمانا يكملان وصل يا أحد والتسلما على الذي به كفيت ألما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتكفني قبل انتحاء المرض وليكن به لدى كل غرض وصل يا نافع والتسلما على الذي أحبه من علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبلا به والترفعا سعي إليك بالرضا يرتفعا واجعل جميع سيئاتي حسنات واجعل به عقائدي مستحسنات وصل يا باقي صلاة بسلام على الذي قادت له من القلام بك لحب ذاتك الكريمة وذاته يا مخلدا تكريمة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي الأحسن في كل لياد واجعل حياتي به خير أياد وهب لي القرطاس والمدادا وهب لي الأقلام والودادا وصل يا ميسر العسير مع سلامك بلا تعسير على النبي المنتقى المفضلي والآل والصحب وكل فضلي يا منزلا آت النبي ذكرا صل وسلم والتقبل شكرا على الذي ليس له مجاري خير البرايا ذي المزايا جاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم صلاح ظاهري وباطني خير قليم طاهري وهب لي اليوم تداركي جميع ما فاتني من القيور يا سميع بلا تكلف ولا عناء يا خير من نوجي بالثناء أنت الشكور إنك العليم وإنك الباقي لك التعليم يا الله أنت الأكرم الهادي الأحد يا نافع ليس له كفأ أحد صل بتسليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي الشكر وهب لي علما ولا توجه سرمدا لي ظلما وليهب منك بقاء صافيا واجعل كلامي نافعا وشافيا وليهب تلاوة وكلما لاخترته معها أمينا سلما ولتكفني إلى الجنان كلما لم ترضه لي وبينفع علما يا من يسر العسير صل وسلما على النبي المصلي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وامح توجه العيوب نحوي يا خير مذهب الأذى بالمحوي ولتغنني بك وبالمشفعي إلى الجنان ومقامي يرفعي ولا تزل عني الخيور والكتاب ولا توجه لجنابي العتاب وليخلد الأمان والفلاح والحب والصفاء رب والصلاح واكتب لي اليوم بغير سلب أبقى بقاء مغنيا عن طلب واجعل بقائي رضاك ورضا خير الورى واجعل به عمري رضا وصل يا أكرم والتسلما على الذي بعثته معلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الأجور والكرامات والربح في الدارين والمقامات وصل يا أحد والتسلما على الذي يعين من تعلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل به كل يتي موحدة مسلمة محسنة ومرشدة وصل يا من يستر العيوبا بكرم وتعلم الغيوبا على الذي فاق البرايا الطرى مع سلام لي ينمي البرا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح عيوبي كلها والتكفني غير رضاك مغنيا عن شفني وصل يا من يغفر الذنوبا بكرم ويملأ الذنوبا مع سلامك بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه واشكر به سؤالي وليهب حق وجهك الكريم سعادة وكلما منك أروم والتكفني طلب ما لم ترضى طلبه بحرمة المفضل وجعلته الحروف فوق كل ما رسمه مولف قد سلما وصل يا هادي صلاة بسلام على الذي واجهته مع القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم هداية الكرام وقد رضاك لي في كل مرام وصل يا أحد بالتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال والتقن الشذك مع النفاق وهب لي الصدق مع الوفاق وبشر الحور بذي الحروف وغيرهن من ذوي المعروف وصل يا أكرم بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف لغير كل ضر لنحا قبل الوصول لي وقد للمنحا وصل بالتسليم يا لطيف على الذي تدنو له القطوف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب فيك وفيه ما به يغبطني كل سعيد نابه وصل يا لطيف والكسلم على الذي ينحو رضاه قلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقد له في حزبه ما يشتهى وصل بالتسليم يا من ذبى إلى سوايا ما أسافا ذبى على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والحمد واشهد لي الدهر بأني راضي عنك وعنه شكر به أغراضي قد لي مواهب الكرام في الغرض بلا أذى ولا عدى ولا مرض واجعل بوجهك الكريم كليا لديك مرضيا وكفر قليا وهب لي القرآن والمباحا وكل مال اخترته رباحا وهب لي العادات للجنات وفي الجنان والتزد مناتي وصل بالتسليم يا من ليصون كليتي مستغنيا عن الحصون على الذي أدخلتني في جيبه إلى الجنان ماكثا بصيبه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وقد لي اليوم مقامات الرجال بلا تزلزل وبشر بالنجال يا من به آمنت ذا إسلام صل على النبي مع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي الرضا مع الكتابه يا واهبا وهب لي كتابه واكتب صلاة وسلاما يا أحد للمنتقى ومن به لك التحد من آله وصحبه في الحال وفي المآل يا مقيم الحال واكتب لي العصمة من معاصي وبالمطيع أغنني عن عاصي وهب لي الرسوق والتلاوة والتكفني موانع الحلاوة واجعل مناجاتك عندي أحلا من غيرها يا من لديه الأحلا الشكور يا علي مباقي يا أحد يا نافعا إنك ربنا الأحد صل وسلم والتبارك سرمدا على النبي ذي المزى يا أحمدا وآله وصحبه وهب لي بشرا به يغبطني من قبلي فيك وفيه شاكرا وعالما وباقيا ليس يلاقي ظالما وهب لي الأجر وهب للنفعا وأولني الذكر وهب للرفعا وصل يا ملك والتسلمي على المقدم الشفيع العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واشكر وعلم أبقي أكرم سرمدا وانفع وما يسوء قلبي أخمدا بلا عذا ولا جوا ولا ضرر ولا تزلزل وخلد للدرر وصل يا نافع والتسلما على النبي من هداه علما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واجعل مكاتيبي منافع له يا من على ذوي العلا جعله بحرمة القرآن مني يقبلي ما قد نويته وصل قبلي وصل يا وجود والتسلمي على الذي ينحو إليه قلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي النفع وهب لي الغدا وليقم بما يسر جدا وصل يا أحد والتسلما على الذي محى الأذى والظلما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصل يا صمد عني سرمدا وسلما على النبي أحمدا وآله وصحبه والتخرجي ما لم تحب لي لغيري يخرجي وصل يا لطيف عني أبدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وعصمني من الأذى وبالمنا أكرمني وصل عني يا لطيف بالسلام على الذي تسره مني القلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليهب لطفين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام على النبي المجتب الكافي الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وصحبه في الحال والمال وليهب غدا يفوق كل حين وعندك جعلني حبيب الصالحين وصل يا أحد عني أبدا وسلما على الذي النور بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وعندك جعلني حبيب المؤمنين والمسلمين وحبيب المحسنين وصل يا عليم عني في أبد وسلما على مزحزح الكبد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وليقد علم ذوي الصلاح واكتب بلا إزالة فلاحي وامحنتحى شقاوة لنحوي واجه مكاره معا بالمحوي وصل يا لطيف عني بالسلام على الذي به وهبت للكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب لي اليوم بغير سلبي في أبد سؤلي وفوق مطلبي وصل عني يا ميسر العسير على الذي انتهى به لك المسير سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بشكر يبقى يا باقيا تعطي المنا والسبقى وصل يا هادي بلا انتهاء عني وسلما على البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهدي الصراط المستقيم كلي واجعل كثيرا ليس يفنى قلي وصل يا ودود عن جنابي على الذي مدحت بالإطناب سيدنا محمد وسلمي والتهدني وودني وعلمي وصل يا سلام عني بالسلام على الذي له صلاتي والسلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتمح عني كل ما كتبت ولم يكن رضاك منه تبت وصل يا لطيف يا غفور على الذي لا نبه النفور سيدنا محمد وسلم وبتواليف يا أفت العلماء وآله وصحبه والاشرحاء صدري به يا مالكي ينشرحا وصل يا لطيف والتسلمي على وسيلتي إليك سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم منا تدوم يا من له التفضيل والتقديم والتمح آفات التغرب معا اليوم والذي رضيت لجمعا واشهد بتوبتي من آفاتي جميعها ومن أذى التفاتي والتمح يا خبير كل من جلا وكل ما استتر منها مسجلا وصل يا ملك والتسلمي على الذي محى الأذاك الألم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وكل يعصم من أذى التمليك وضرر الشيطان والملوك وضر ما خلقته أو تخلق يا خير من يعصمني ويطلق وصل يا وذود والتسلمي على النبي رجاء كل مسلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليحقق الرجاء الدهرى ولشكر السر به والجهرى وصل يا أكرم والتسلمي على النبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجويد والحلاوة واجع الكتابتي به معسله وامح مكاره به منغسله ومن قلوب من أساء الظنى بي أخرج الذي كرهتمنى وصل يا تواب أكمل صلاه وسلما على الذي أبدي علاه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واسعتني توسعة يغبطني فيها سوى يألي أنا ارتعطني وصل يا سلام بالتسليم على النبي بالعلى المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليهب سلامة وعافية واجعل حياتي حياة صافية وصل يا لطيف بالسلام على النبي المذهب الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والطف بي اليوم بما لم يكني ولا يكون أبدا لممكني وصل يا ميسر الصعاب وسلما على مزيل العاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال واكتب لي اليوم بشارات الكتاب بغير محو أبدا ولا عتاب ولسوا يوجه المكارها يا قادرا ليس يكون كارها وليهب ما اخترت لي من العلوم بغير جول إنك المغن العليم وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعل انها بركات واجعل بجاه المصطفى عاداتي تكرما كعمل السادات واجعل بحق وجهك الكريم يا معطي المنات والتكريم تهي الحروف كجميع الصلوات على النبي يا مجيب الدعوات آمين يا رب وعظم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصل يا ملك يا مجيب على الذي بجاهه تجيب سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراعة وعسل اللسان واليراعة واجعل كتابتي إلى النبي أحب من خط غيري وإليك يا محب وبك لا مش في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن لوم وبتوالي في أنر قلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصل يا أكرم سرمدا على من اصطفيت وهديت فعلا سيدنا محمد وسلمي ولالي والصحب ولرفع كلمي وارفع حروفي بشكر وقبول وأيس الشيطان مني والقبيل وصليا وسلما سرمدا على النبي والرسول أحمدا وآله وصحبه وهب لي ما فيه يرغب الكرام قبلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين